تقول سيد سادلر بأنه لا يوجد دليل واحد ملموس على أن إسرائيل تستخدم ذلك السلاح أو الأسلحة الأمريكية ضد مدنيين وأنها تستخدمها فقط ضد أعضاء حماس أو مقاتلي حماس هل أكثر من أربعة ألاف طفل سقطوا شهداء في هذا العدوان الإسرائيلي هم أعضاء من حماس؟ من الصعب للغاية أن نصنف وأن نثق بالأرقام الخاصة التي يقول حماس هم يصرحون بأرقام ولا يمكن التأكد من هذا الرقم يا سيدي عفوا عفوا هل المسألة في الأرقام أربعة ألاف أم ثلاثة ألاف يعني منظمات حقوق الإنسان المنظمات المعنية المنظمات طباء بلا حدود الأنر وماذا بقي لأعدد لك المنظمات التي قالت بأن على الأقل أربعة ألاف طفل فلسطيني سقطوا قتلى في هذا العدوان الإسرائيلي فأظل متشكك على أي معلومة تأتي من أرض النذاع الآن وخاصة ما يتعلق بحماس ولكن كما قلت لا يوجد هناك أي دليل ملموس أن إسرائيل تقصد إحداث أزاء للمدنيين الأبرياء ترجمة نانسي قنقر